من الله الرحمن الرحيم اهلا بكم كله متابعيني الكرام في فيديو جديد وحلقة جديدة تغيرات جديدة في سعر الدولار عندنا في مصر والفترة القادمة هنشوف تزبزق في السعر ما بين السبعة واربعين جنيه والتمانية واربعين جنيه فيهنا بقى عندنا في مصر دلوقتي فريقين من المحللين الاقتصاديين بعض منهم بيقول ان الدولار هيوصل لاربعين جنيه وكمان هيوصل لتمانية وثلاثين جنيه والبعض الاخر بيقول انه احنا هنتخطى الخمسين والخمسة وخمسين والستين جنيه وكلام جديد عن صفقة جديدة اخطر واكبر من صفقة رأس الحكمة ايه مدى تأثير الصفقة دي ايه ممكن يوصل ليه الدولار خلال الايام اللي جاية طبعا عارفها حضرتك بما انك بتشوف الفيديو انت حد من ثلاثة اما ليك دخل بالدولار او انه حضرتك بتضارب في الدولار او انه حضرتك شايل ارشين على جنب كاستس موار للدولار ايام ما كانت مصر كلها بتشتير الدولار وتخزنه طيب تعالوا مع بعض نشوف اشترطات صندوق النقد الدولي الجديدة وكمان الصفقة الجديدة وايه تأثير كل ده على سعر الدولار خلال الايام اللي جاية ولكن ياريت لو حضرتكو مشتركتوش في القناة تشتركو في القناة وتفعلو زر الجرس عشان يوصل حضرتكو منا كل جديد امبارح ومن يومين قلت لحضرتكو الفترة القادمة هتشوف فيها تزبزب في السعر ما بين السبعة واربعين جنيه والتمانية واربعين جنيه كلها تكون مستويات اسفل الخمسين جنيه يعني مش هيرتفع ابدا فوق الخمسين جنيه وده الرقم اللي وصل ليه يوم التعويم الاخير وبدأ يكون فيه كلام عن صفقات جديدة هتوفر للمصريين او لمصري في انهايات عشرين اربعة وعشرين تلاتة مليار بوينت ستة من عشرة دولار امريكي بدأت الناس كلها تسأل بقى طيب الارقام دي هتكون كافيه لان هي تخفض سعر الدولار عند الثمانية وتلاتين والاربعين جنيه زي ما قال دكتور فخري الفئي ولا لا دكتور فخري الفئي للي ما يعرفوش ده رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب واللي توقع وعلى فكرة الراجل ده برضو او الدكتور فخري كان قبل كده بيعمل لدى صندوق النقد الدولي وده اللي توقع انخفاض سعر الدولار قبل كده ايوه ما وصلش المستويات الانهيار لكن دلوقتي بيتوقع انخفاض سعر الدولار خلال الايام اللي جاية وتراجع مستويات التضخم وبصورة كبيرة جدا وبيقول لحضرتك انه سعر صرف الدولار في مصر هيوصل لمستويات ما بين الثمانية وتلاتين جنيه والاربعين جنيه طيب ايه الاسباب اللي بيستند ليها دكتور فخري الفئي بيستند في كلامه لانه قرار البنك المركزي يوم 6 مارس كان بهدف تطبيق مرونة سعر الصرف يقصد هنا طبعا التعويم وانه السوق السوداء للصرف بدأت تتلاشف فقط بعد ان تعود التدفقات او تحويلات المصريين بالخارج لخزينة الدولة يعني يقصد انه المصريين دلوقتي خلاص ما بقاش في حاجة اسمها سوق سوداء فكل المليارات دي كلها بعد التعويم بعد ما خلاص بقى فيه توحيد لسعر الصرف كل المصريين بيغيروا دولاراتهم دلوقتي داخل البنك المركزي او البنوك المحلية او تحويلات المصريين بالخارج كلها اللي بتوصل لخزينة الدولة وتوقع ايضا زيادة ارادات السياحة وزيادة تطفقات شركات التنمية او شرقاء التنمية يقصد طبعا المليارات الكتيرة اللي اسمعنا عنها من فترة مليار يورو من الاتحاد الاوروبي تمنمية وعشرين مليار شهر مارس القادم شهر ستة القادم من صندوق النقد الدولي عشرين مليار بتوع رأس الحكمة ورقم جديد من رأس جميلة زياد طبعا بيتكلم عن انه تحويلات المصريين للخارج دلوقتي خلاص ما بقاش لها مكان تاني وده على فكرة كان اكبر مورد تاني لحضرتك لجذب الدولار يعني حضرتك كان اكبر حاجة مزع على البنك المركزي تحويلات المصريين بالخارج اللي كلها بتصب في السوق الموازي وكان من الطبيعي جدا انه المصريين لما يكون عندهم مكان يغيروا فيه ب30 جنيه ومكان تاني بغير فيه ب70 جنيه يعني حد جيله من بره 1000 دولار يروح يغيروا ب30.90 او بحوالي 39.000 جنيه ولا يروح يغيروا ب70.75 جنيه فكان من الطبيعي ان الناس بتروح للسوق الموازي فهنا دكتور فخر الفيء بيقول لحضرتك ان اول انجازات البنك المركزي هي القضاء على السوق الموازية سعر الدولار بقى خلال الايام اللي جاية هيتوقف على حاجة واحدة مليارات الكتير اللي قلت لحضرتكو عليها دلوقتي دي خلاص مليارات منها مليارات رأس الحكمة وبقينا عارفين جاية منين وريحة فين التمنمية وعشرين مليار بتوقع شهر ستة بتاع صندوق النقد الدولي ده بيتوقف على مرونة سعر الصرف وانه حضرتك تكون ملتزم بالاشتراطات يعني ييجو ما يميجوش مليار يورو من اتحاد الاوروبي ده مرتبط بشهدت السقل اللي حضرتك هتاخدها من صندوق النقد الدولي انه حضرتك تكمل الشرائح ويكون الكارد متكامل اكتر حاجة ممكن تأثر خلال الايام اللي جاية هي صفقة رأس جميلة حجم الصفقة قد ايه هيكون حجم الصفقة وما تنساش الصندوق السعودي هو اللي بيتكلم عن موضوع رأس جميلة ليه عندنا ودائع ما بين التسعة للعشر ودائع ما بين متوسطة وطويلة الاجل كام هيكون حجم استخدام الودائع يعني الفارق اللي هيدفعه لحضرتك بالدولار هيكون كام جميع الودائع وسعر الصفقة هو ده اللي هيأثر الايام القادمة يعني من خلال انه تكون الصفقة صفقة كبيرة زي رأس الحكمة هتشوف عند حضرتك تأثر وتشوف انخفاض في سعر الدولار وليس انهيار دايما بقول لحضرتك صعب انك توصل للانهيار ليه؟ لانه التزاماتك اكتر من كده بكتير جدا لكن زي ما صفقة رأس الحكمة قصرت هتشوف صفقة رأس جميلة برضو بتأثر بانخفاض سعر الدولار ولكن هي هنا المشكلة الوحيدة هي صندوق النقد الدولي اللي بيشترط على حضرتك انه الاحتياط النقد بتاع حضرتك يوصل لخمسين مليار دولار يعني معنى كده ان اللي جاي ده ممكن يدخل لدعم الاحتياط النقدي وانه حضرتك في حال ان كانت التدفقات دي قليلة مش كبيرة ودخلت للاحتياط النقدي بقى البنوك او شرايين البنوك مش هتحس بوجود الدولار حضرتك عندك التزام امام صندوق النقد الدولي انه توفر الدولار للجميع يعني ايه؟ يعني انا رحت للبنك غيري راح للبنك اي حد محتاج 1000 دولار 100 دولار 200 دولار 500 دولار الا ايهم؟ مستثمر مستورد صانع حد مسافر برا حد بيتعالج برا علشان كده البنك المركزي بيحاول دلوقتي انه يركز فيه موضوع الصفقات انه الصفقات دي هي الوحيدة اللي ممكن تأثر على حضرتك خلال الايام اللي جاية وتعمل ليك وفرة دولارية ولكن المشكلة الحقيقية التانية هنا اللي تكلمت عنها شركة بي ام اي التابعة الفيتش سوليوشن او وكالة فيتش سوليوشن للتصنيف اللي اتماني بتقول لحضرتك ان ايوة الاقتصاد المصري بدأ يتعافى لكن التوترات الجيو سياسية بتأثر من تاني بصورة كبيرة جدا خصوصا على السياحة وقونات السويس يعني هتأثر على ايراداتك من الدولار زي اللي حصل بالزبط في عشرين تلاتة وعشرين واثر على فكرة بصورة كبيرة جدا جدا لو تفتكروا اول ازمات مصر مع الدولار كانت ايام حرب روسيا واوكرانيا بالرغم ان انت مش قريب من روسيا واوكرانيا لانك من اكتر الدول اللي تأثرت بموضوع الحرب ما بين روسيا واوكرانيا الحقيقة في الايام دي بدأوا المصريين فقط يعرفوا يعني ايه السعر الدولار يأثر هنا في مصر بيرتفع وبينخفض الحاجة التانية انه حضرتك عندك ارتباط بالدولار في حاجتين اول حاجة قناة السويس وطبعا كلنا شايفين اللي بيحصل انخفاض ايرادات والناتج لده كان انخفاض ايرادات بقيمة اربعين في المية هتقول لي ليه هقول له حضرتك بمنطقة البساطة الصراع اللي داري ما بين الحسيين والامريكان مكانه البحر المتوسط يعني قناة السويس بطاعة حضرتك ده طبعا بيخلي ايرادات السويس بتنخفض بصورة كبيرة جدا كمان السياحة يعتبر كل الدول اللي كان بيجي لحضرتك منها سياحة كلها عندها صراعات ونزاعات كبيرة جدا وحروب جيوسياسية كمان جوار حضرتك لمناطق كبيرة كلها مشتعلة وكفاية تهديدات باكتياح رفع كل ده طبعا بيأثر على ايراداتك من الدولار وبيخلي انه عند حضرتك مشكلة في حصيلة الدولارية تيجي بقى الناحية التانية يحاول البنك المركزي كتير جدا انه يتمم الصفقات او يتمم صفقات جديدة الصفقات دي بقى هي الوحيدة اللي هتكون كفيلة في الايام اللي جاية انه يتخفض سعر الدولار عند مستويات كام ما بين الاربعين للاتنين واربعين جنيه وخمسة واربعين جنيه اما التلاتين والتلاتة وتلاتين والتمانية وتلاتين والانهيار ورجوع للمستويات القديمة ده يعني صعب جدا انه احنا نشوفه خلال الايام اللي جاية دلوقتي حضرتك بقى تقدر تعرف الدولار هيوصل لمستويات ايه بتمنى كده ان يكون الفيديو كان مفيد بالنسبة لأي حد من حضراتكو قدرتوا تستفيدوا منه ولو بمعلومة واحدة بنتظر من حضراتكو لو استفدتوا بمعلومة واحدة ياريت ما تنسوش اضغطوا لايك وشير كتير جدا للفيديو عشان يوصل لعدد كبير من الناس ان شاء الله نتقابل على خير فيديو جديد فأمان الله